فقرة ثقافية مسألة مهمة جدا مصر قادة الوطن العربي والأمة الإسلامية والعالم الثالث بالثقافة وليس بالسياسة بالثقافة وبالعمل الثقافي قول نعمة وبرموزها الثقافية المهمة جدا بأم كلسوم ونجيب محفوظه طا حسين يعني فده مهم وانا احييك واحيي جميع العاملين في هذا البرنامج وارجو الاستمرار في هذا وإحنا كمان عايزين نحيي المشاهدين لأنه هم اللي شجعونا لأنه احنا كنا متخيلين ان هذا الامر سيكون مملا ثقيلا الناس ما تتقبل ولكن لأيه التقبل شديد والناس متتابع هذا الامر فده شيء برضو يوري قد احنا ما كناش مقدرين الناس تقدير الواجب وخصوصا كمان في معرض الكتاب الأخير ملايين الناس اللي راح تشتري كتب وتتابع كان مفاجأة ان هناك وعي طبعا طبعا كنت مفاجأة حقيقية في معرض الكتاب الأخير والمفاجأة الأكتر ان الناس في المعرض السابقة كانوا يروحوا تفرجوا شوف منظر اللي خارجين شايلين كتب قد ايه يعني شايلين رغم غلاء الكتب هذا رغم ارتفاع أسعارها انما شايلين ورغم رقة حالهم يعني وقفين مستنين لوتوبيس اللي إدارة المعرض عملها يودي المادين الأساسية التحرير والعتبة ورمسيس وكده وقفين ما معهمش عربيات يعني ومع ذلك شايلين كتب وشايلين كتب وانا شفت الناس جاية من الأقاليم طبعا ورحلة الأقاليم دي ما يقابلني واحد سلم عليه وقوله انا جاي من صواج ده كفاية ده بمشور القطر مكفاية بمشور القطر يعني ده معناها انه ما نمشي الليلة اللي فاتت كان قاعد جوه القطر عشان ييجي معرض الكتاب ومش جاي إلا المعرض الكتاب دي مسألة هذا نجاح غير عادي ويؤكد لمصر وللمصريين ولكل يعني من يحب هذا البلد انه دوره ثقافي وان التركيز على الثقافة شديد الأهمية هو ايه